الإماراتية تحلق من جديد، منهكة بعد معركة شريسة مع كورونا، لكنها مصممة على التحليق من جديد. فالجائحة التي أكلت الأخضر واليابس وضعت أكبر ناقل جوي في العالم أمام تحديات جمع، جعلتها تعيد جدول عملياتها الجوية والأرضية طارة بتقليل عادة الرحلات وطارة بإلغائها. ذلك كله أثر على الإيرادات المالية للشركة، فدفعها إلى أن تتخذ القرارات الأصعب منذ انطلاقتها، فقامت بتسريح قرابة 9000 من موظفيها، بينهم مضيفون وطيارون منذ بدء جائحة كورونا وحتى اليوم. في الوقت ذاته، أتاحت الفرصة للموظفين الذين استمروا معها للتقدم بطلب إجازات طوعية غير مدفوعة الأجر لمدة تصل إلى أربعة أشهر. ومع الاستئناف التدريجي لعمليات نقل الركاب وتلبية الطلب من مختلف محطاتها في شرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وغرب آسيا والأمريكتين والشرق الأقصى، تلتزم الإماراتية بتوفير ظروف صحية وآمنة. 2020 عام حفر اسمه بالعمق وترك آثاراً لا تمحى لدى الجميع. غير أن أكبر ناقل جوي في العالم يعتزم الوقوف من جديد حاملاً اسم الإمارات عالياً وبعيداً معلناً بثقل انتصاره على كورونا. مروا بن مختار فوكس أكاديمي دبي